30 دربة حرة سجلها أفضل لاعبي العالم السلام عليكم متابعي قناة هايسبوري الأعزاء والآن مع روبرتو كارلوس وهذه الدربة الحرة التي قام بتزديدها روبرتو كارلوس للنسافة تقريبا 36 متر وتعد هذه أقوى وأسرع دربة حرة في تاريخ كرة القدم أما اللاعب الهولندي رونالد كومن والذي قام بدرب الكرة بكل بساطة لتدخل شباك الحارسي بكل سهولة هدف رائع جدا أما هذه الكرة للاعب منتخب البيرود ضد منتخب فرنسا والتي دخلت بوجه القدم إلى الزاوية التسعين ولم يستطع الحارس فيها على أي شيء أما هذه الدربة الحرة للاعب باوت فهي أفضل دربة حرة في هذا الفيديو من وجهة نظري ما رأيكم أنتم؟ أخبرونا بالتعليقات أسفل الفيديو والآن مع اللاعب النيبالي ساكارثابا والذي قام بالتسديد هذه الركلة الحرة من قرابة نصف الملعب لتسقط تدريجيا في شباك هذا الحارس ضربة قوية وموفقة بالفعل سحر ليونيل ميسي في الدول الإسباني لا ينتهي ومع فريق أتليتكو مادريد حيث سدد هذه الكرة القوية التي سكنت شباك الحارس ديبو كورتوا ولم يستطع كورتوا فعل أي شيء لها إلى الزمن القديم لكرة القدم واللاعب نويت الذي سدد هذه الدربة الحرة القوية من وسط الملعب لتسكن الزاوية التسعين لشباك هذا الحارس المخطر أما هذه التسديدة الحرة من لاعب سيلتيك اللاعب نوكامورا والذي قام بتسديدها من جذعه وسكنت الزاوية التسعين لهذا الحارس ونعود الآن بالذكريات إلى أمجاد كريستيانو رونالدو مع فريق مانشستر يونيتد ومع هذه الدربة الحرة القوية التي سكنت شباك الحارس ولم يستطع فعل شيء أما هذه الدربة الحرة لللاعب رونالدينهو كانت مثل سقوط الكرة من أغلى في شباك الحارس دربة موفقة بالفعل بعد تركيز شديد من اللاعب أرناغو ها هي كرته تسكن الزاوية التسعين في شباك هذا الحارس موسيقى والآن مع الهدف العالبي لتونيك روس ضد منتخب السويد في نهايات كأس العالم روسيا 2018 شاهدوا هذا الالتفاف الرائع موسيقى اللاعب هوندا والذي قام بالتزديد دربة حرة قوية غيرت اتجاهها مما أدى لارتباك حارس المرمى موسيقى موسيقى والآن مع بلاتيني وهذه الدربة الحرة مع منتخب فرنسا التي باغتت حارس المرمى موسيقى والآن مع زيكو وكرة السحر شاهدوا كيف ضرب هذه الكرة لتسكن شباك الحارس دون أن يتحرك موسيقى خسي مانوري وهذه الدربة الحرة من منتصف الملعب التي سكنت شباك الحارس دربة الحرة تستحق التصفيق موسيقى 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 جولدين بوي وايروني يسدد هذه الدربة الحرة المباشرة لتسكن شباك هذا الحارس الذي حاول التصدي ولكن لم يستطع موسيقى موسيقى ديفيد الويز ونصف نهائي كأس العالم ضد كولومبيا ومع هذه الدربة الحرة التي أهلت البرازيل إلى الدور القادم موسيقى قبل وسط الملعب بقليل ضرب جونجينيو هذه القزيفة التي سكنت شباك شاهدوا روعة وقوة وسرعة هذه الدربة موسيقى 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 مع هذه الدربة الحرة التي انحن بها بجزعه كاملا شاهدوا التطامها بالعريضة ونزولها في الشباك موسيقى أما الآن إلى هدف الشبح محمد فائز صبري والذي توجع عام 2016 في جائزة بوشكاش تشعر أن الأشباح حركت هذه الكرة موسيقى ديفيد بيكهام مع فريق منشستر يونيتد يقوم بتزديد ضربة حرة مباشرة ولكن هذه المرة تغالط حارس المرمى وتسكن في الزاوية اليمنى بدلا من اليسرى إنها ضربة حرة رائعة حقا وإلى الاسطورة البرازيلية رونالدينهو مع فريق ميلاد حيث قام بتزديد هذه الدربة الحرة الرائعة التي سكنت شباك الحارس ومم حاولة الحارس للتصدي لكنها باءت بالفشل موسيقى والآن إلى الدور البرازيلي مع ماركوس أونسوع ومع هذه الدربة الحرة التي تسكن زاوية الشيطان شاهدوا روعة التزديد في هذه الدربة موسيقى والآن إلى السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيور وليفربلايد حيث يقوم مريكم ليب بتزديد ضربة الحرة لتخترق شباك حارس ليفربلايد موسيقى والآن مع أسطورة للمنتخب الإنجليزي ديفيد بكهم حيث يرسل هذه الصاروخية القوية لتسكن شباك الحارس ولا يستطيع الحارس تحرك من سرعة هذه الدربة موسيقى والآن مع أليكس مع فريق تشيلسي والذي قام بتزديد هذه الدربة الحرة الرائعة بوجه القدم والتي التفت وسكنت شباك الحارس يا لها من دربة الحرة الرائعة موسيقى موسيقى والآن مع ضربة الحرة للويس سوريس ضد المنتخب البلجيكي حيث قام بتزديدها بكل قوة لتسكن شباك الحارس البلجيكي موسيقى الآن مع ليونيل ميسي حيث قام بتزديد ضربة الحرة مباشرة ضد فريق إسبانيول وكانت ضمن مباراة الدوري الإسباني موسيقى إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هايسبور الإخبارية فلا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق المحفوظة لدى قناة هايسبور موسيقى